وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة ولتعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى جمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطلع رئيس سيسي على جهود وزارة الاتصالات في إطار المحور الخدمي للمبادرة رئاسية حياة كريمة لتطوير قرى ريف المصرية خاصة من خلال تطوير البنية الأساسية للإنترنت وتحسين خدمات المحمولة بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمة ومكاتب البريد بما في ذلك تطوير منظومة الطرود لتشجيع التجارة الإلكترونية هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري والتي شاملت افتاح جامعة مصر المعلوماتية وكذلك تطبيق مبادرة مستقبلنا الرقمي التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين إلى جانب مبادرة أفريقيا الإبداع الرقمي والتي أطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما استعرض الاجتماع جهود وزارة الاتصالات في التحول الرقمي للدولة خاصة ما تعلقوا بأعداد منظومة الامتحانات الرقمية ورقمنة المحاكم من خلال استراتيجية عدالة مصر الرقمية ترجمة نانسي قنقر